موسيقى 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 يا كوريا الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافر وقالين للأدم نعم 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 بتقول لي يا حيلتها وعيد انت هو الشيطان يعمل معاك الغالة ده انتو عدى ابوكم هباب ده الرجول يا لأ انت هو تخشوا محيل الناس تسرقوهم بس انا ما كنتش عارف انها تخصك يا أستا كوريا نعم يا حبيب أمك ما تعرفش انت هتعرنبني وانتو عاربكو حاجة طول النهار اللي هتسجحها والمرا زايف خلي الله في الحارة متعرفش ازاي اقول لك يا أستا كوريا وإحنا هنكبر لإبراهيم و للراجل اللي معاك وهنخلع من هنا وكلمتين أبرك من جرنامي قالك ما كناش نعرف يا بقى ما كناش نعرف احنا كنا فاكرين هولب جديد من بره المنطقة يعني وعامتا حاك علينا ست الخضر الشريفة احنا كنا فاكرين ومحل جلاليه برجالي ولا عايزين نتهبب ونفسك بالمشاخلة ثم تعالي هنا ما تنشافي كده يااختي مالي يدوسك على طرف ضد بيدك في كده شو طلعين مصارين وانت ايه جاية من ايه ما طلعتش مصارين حدا بلكده ما طلعتش ألو ايو يا بابا اعمل ايه اعمل ايه يعني قديني متنايل قاعدة اوه ات ما بتبعتش فلوس ليه هو احنا مش قهلك وناسك ولينا حقف النصبايا اللي انت عملتيها مع الوقت الزبالة ده ما انا بكلمك عشان كده انا حاولتلك الفلوس هتروح تستلمهم بالبطاقة بتاعتك بس بس ما تقطعيش يومين والتاني وتشاخشاخ جيبك اه اخواتك مصارفهم كتير واو عن كي بصيرة لامك لا تاخد الفلوس زي كل مرة والطيارهم حاضر يا بابا حاضر بقولك ايه هو انت تجوزت الوقت ده ولا لسه عايشها معاه في الحرام لا يا بابا لسه ما تجوزناش خلاص مدام في الحرام يبقى انحلي وابرو وكله بحسابه ما تخليوش المسك إلا ما العدد يعد لازم يعد ويبرز انا برضا بوكي واخف على مصلحتك طيب يا بابا اوكي يلا سلام عاملة ايه هاجر والنبي ليك وحش شه ماذا الساك يا كوريا عاملة ايه وحشاني وحشاني قوي يا منابوان وصلا حافظت البيت وحشة قوي ما عليش او اختي عارف عارف سوكا جايلي وعرفني على كوريا عشان نيجي هنا وانكلم اخوكي ويطلحك من اللي انتي فيه لا والنبي بلاش ده انا ما صدقت انه بقى بينام ده ما بينامش من يومها وبعدين بصراحة بقى انا ضمير يمقنبني من اللي انا غمالته فيه ومش هسامح نفسي ابدا وخليني بقى مستحمل اعادة البيت دي لحد ما يبقى يجيلي نصيبي واتجاوز وانت هتقدر تتجاوز لحد غرسوك هاجر؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه الا حضرتك بتشتغل فين بقى أستاذ فواز؟ انا بلطرت عطفة زيكر فى المستاشفى بروش اهة ماشاء الله دلعي لكده كلها فى وزارة الصح اه اه وعلى كده ليك مين بقى في بطن البقرة كنت جايله اللي انت الفارح واحد معرفة كده تابع العريس بقى نصيبي لسه وده روح عشان ألاقي أختي وقفة ماس كاي تشاب هناك شوفها أستاذ فواس انت بتعرفنيش بس نسأل علي معرفتك ده اللي في بطن البقرة قوله من هي اللي وسط كوريا الكوافير هقولك مجدع وبميت راجل نعرف العوة ولا لها في الشمال أنا من ايه متحبة كده خطيبي دخل المشتشفى كان عامل حادثة يعني وكانت تشتغل فيها المحروسة أختك وانا كنت معي الصراحة بسم الله ما شاء الله أدب وأخلاق وبتاعت شغل شغيلة شغل شغل يعني طول النهار راحة جاية راحة جاية اللي شوفها كده اقول مدارة المشتشفى انا الصراحة من ايه ما احبتها وبقت صاحبتي كده وغل خدها مني كلمة أختك دي أشرف من الشرف وبميت راجل بشنبة بس احنا بردك يعني كلنا في النهاية بشر أكيد بنغلط يعني اعتبرها تكعبالة دم تكعبالة مش بموت والست دي زملتها في المشتشفى كده تقول لها اني فاضلها شهر وتتسبت في الشغلان واختك بتحب شغلها حرام عليك ان ما تحرمها منه يعني عشان غلطة مش هتتكرر تاني ولا ايه هاج؟ اللي أخوي هيحكم بي أنا راضي بي هو أم ربيني وعارف للأسف ما عرفتش يا ربي كنت فاكر نعم ربي راجل ممكن هتسند علي لما قع لكن الضلع لها وجهها وجه تيجي تعدلو ينكسر تربيتك في محلها يا اخوي اختك ما غلطتش ولا هتغلط وبعدين احنا مش حملة قطع الشغل ده نحنا بنحط القرش على القرش عشان يمشينا انا مش هكتع يا هاجر عشان اقول همى مصاريفك قطع لساني لو قلت كده والله يمقصد ربنا خليك لنا ومحرمنا منك أبدا يا أستاذ فواز حضرتك رجل متعلم وقاري نزل أختك شغلها من تاني واشروط عليها باللي انت عاوز انا عمني ما تعودتها شروط على أختي طول عمرها عارفة أولها من آخرها كويس نبي يا أستاذ فواز ومليك علي حلفان أختك دي مفيش زيها ما تخافش احنا كلنا معاها وحواليها اسمعها منها اي انها مش هتشوف الودة تانية أبدا حاضر حاضر يا أخي تغدر خلاص يا سندس خلاص في حاجة عجبتك دينا اخصى عليكي مش بتسألي علي يا ليل ما انا جيت اهو عشان اتطمن عليك انا ماشي بحر كويسة وهو مالا كمال اتفرج على المحل زوء جبان فيه بسه قصارة في المنطقة دي انت بتقولي ايه هو انا لو في الظروف تانية كنت عفكر افتح محل ازاي ده أصلا المهم اسمعي اللي حسن هنالدي ما امشي بسرعة لحسن محمد شايت وبيتخلي بقى معايا بكل حاجة اسمعي انا مش عاديكي تقلعي من اللي حقوله ده نادر ساب القضاء وخلاص مش عايز اتكملها بس قمك لو بيطالب بعادني عشان اقولك حبة توكيلي من غيره سابعة يعني ايه سابعة ازاي هي لعبة دي حياتي ومستقبلي انا مش فاهمة اللي بيحصل انا ربنا بيعاقبني على ايه ليه كل الناس عمالة تتخلى عني فيه ايه دينا بس معلش يا عايزي كل ده عادي صدقين احنا دلوقتي قدام امر واقع ولازم تفكري حبة توكيلي محامي من غيره انا مش عايز اقوي محامين خلاص ان شاء الله يحكوموا علي بالاعدام بس انا مش قادر افهم اللي خلي نادر يبعني الواحد تل عمره يسمع عن الاكل والشرب الديريفري اول مرة يسمع عن المحاضر الديريفري دي جديدة ما شفناها شغر على ايد الست جمالات والست قارية قاريا ما تهدم قال يا ناونة اهَر الله ، متخلقي انا اقتس من ام الفزمة الحمدان اللي راحت ضرب في الهبيحة ليه احنا ما عجبناش اه لا انا مركب في ضبره ولا ساحب أمين شرطة في ايدي وداخل حيث الجزار هيجيي جنب الأمن والأمان لحد مخرج من هنا لو سمعت صوتك انت ولا امرأتك ружك انا هآخوتكم معايا لا نازل اشان بعد كده لما يبقى لكو وجراموا محترمين تعرفوه وتتعامل معاهم بقادب ازاي فين الفلوس يا نيسا كوريا نورتنا يا باشا نورتنا وتعبينك معنا والله فيش لتعب ولا حاجة مش بيقولوا برضو الشرطة في خدمة الشعب بس ده المحترمين بس لكن اللي ما احترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون ايوه كده عدت الظابط يا حلوين ايوه النبي شوف الجماعة المقرفين دو جاءت كل قرف اللي يقرفكم كد عدي فلوسك ملوش لإسماء كامل يا ابن المحضر هذا وقد استلم صاحب البيت من الأنسة كوريا عبدالعاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته عشر تلاف جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين وتعاهد صاحب البيت بعدم التعرّر للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا واللي عرض نفسه للمسألة القانونية تمام الفلوس؟ تمام تمام أبتم دقيق أنا متعلم لماذا يا خي؟ طبختم يا خون موسيقى 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 موسيقى